حياكم الله ويارب تكونون بأحسن حال تخيئ أنك ولدت في الدنمارك ولا تعرف بلدا غيره ولا تتقن كلغة قراءة وكتابة سوى اللغة الدنماركية كل حياتك في هذا البلد وتجاوزت العشرين من العمر وبدأت بطريق الحصول على شهادة جامعية كل هذا وأنت لا تملك حق المواطنة في الدنمارك ومحروم من حق التصويت والسفر بحرية كما يفعل باقي جملائك في الدراسة والأهم أنه أنت مهدد بفقدان حق الإقامة والترحيل من البلاد في أي وقت كيف ستشعر حينها وكيف ستكون نظرتك للبلد الذي يرفضك أكثر ما الفتن في كل فترة انتخابية هو التطرق للمواضيع المنسية والقوانين المجحفة والظالمة لفئة كبيرة في المجتمع منها مثلا قانون التجنش في البلاد والرحلة الشبه مستحيلة للحصول على الجواز الأحمر الشابات الثلاث الظاهرات في الصورة هن آمال ودارين ورحمة ثلاث شابات في بداية العشرينات ولدنا وعاشا كل سنوات العمر في الدنمارك لكنهن غير حاملات للجنسية الدنماركية بسبب أن أهلهم لم يحصلوا على الجنسية الدنماركية وبعد أن تجاوزوا الثامنة عشر من العمر ينبغي عليهن استفاء شروط الجنسية الدنماركية الصعبة كي يصبحن مواطنات دنماركيات بصفة رسمية وأهم شرط من هذه الشروط الذي يتوجب عليهن تنفيذه هو شرط العمل لأربع سنوات عمل متواصل وطبعا الشابات الثلاث عاجزات عن استفاء هذا الشرط بسبب دراستهم الجامعية وبمعنى أنه يتوجب عليهم العمل لثلاث سنوات ونصف متواصلة في آخر أربع سنوات قبل التقديم على الجنسية وطبعا فترة معالجة طلب الحصول على الجنسية يستغرق أكثر من سنتين في أحسن الأحوال يعني الشابات الثلاث قد يحصلن على الجنسية الدنماركية بعد تجاوزهن سن الثلاثين وهذا الظلم الواقع بحقهم وبحق تسعة عشر ألف شاب وشابة ولدوا وترعرعوا في الدنمارك ولم يحصلوا على الجنسية الدنماركية دفعوهم للتوجه للصحافة والإعلام لأسماع صوتهم ولفت أنظار السياسيين إلى المحن والتمييز الذي يعيشوه الخبراء والمختصين وصفوا الموضوع بمشكلة ديمقراطية ولو أن هؤلاء الآلاف من الشباب يحق لهم التصويت للاحظنا هناك اختلافا ملحوظا بنتائج الانتخابات وأن الدنمارك تواجه معظلة ديمقراطية ومختصرها أن الآلاف من المقيمين في البلاد لسنوات طويلة محرومون من حق التصويت لكن وصفوا الموضوع بالغير منصف وذكروا كذلك من من السياسيين لديه الجراءة للتطرق لمثل هذا الموضوع لأشخاص ليس لهم حق التصويت بمعنى أن السياسي الذي يتطرق لهذا الموضوع لن يربح شيئا لأن من يدافع عنهم لا يملكون حق التصويت أساسا وحتى الشاب بدارين ذكرت عن هذا الموضوع بأن السياسي يتطرق ويدافع عن الموضوع الذي يكسبه أصواته وليست قضيتنا نحن التي لا تربحه ولا صوت واحد طبعا أودنا نوه إلى أن هناك ربع مليون شخص مقيم لا يحق له التصويت في مناطق العاصمة كوبنهاجن لعدم حصوله على الجنسية دينماركية الشابات الثلاث طالبنا بأن يكون لهم نوع من الاستثناء في تجديدات الحصول على الجنسية مثلا أن يتم إعفاؤهن من قانون العمل وذكرت رحمة أنها تعايش بشكل مستمر القلق والخوف من إجراءات التقديم على الجنسية وتتخوف كذلك من أن يتم وبدون سابق انذار طردها من البلاد وبعد كل الذي ذكرت تصبح الدينمارك أصعب 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 دولة بالحصول على الجنسية في أوروبا وأن الدينمارك تمتاز عن باقي البلدان الأوروبية بأعلى نسبة من المقيمين في البلاد الذين لا يحق لهم التصويت في الانتخابات البلا معنية أسعد وتشرف بالمتابعة على كل وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الوصف أو التعليق الأول نلتقي على الخير وحياكم الله اشتركوا في القناة